اشتركوا في القناة عيسى في السماء غيبة الإمام المهدي في الأرض هذا هو الفارق بين الغيبتين لكن يجمعهما أنهما من أصحاب الغيبة عيسى غائب الإمام المهدي غائب غيبة عيسى في السماء وغيبة الإمام في الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف الله جل وعلا حفظ عيسى محطة ثانية في غيبة عيسى كل هذه المدة وكم أرادوا قتله ولم ينجحوا أقصد كم أراد قتله يعني اليهود ولم ينجحوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وهكذا الإمام المهدي غائب كل هذه المدة وكل مش كثر أرادوا قتله اليهود وعداء آل البيت مما يدعون الإسلام وغير ذلك الآن استخبارات العالمية كلها تبحث عن الإمام المهدي كظاهرة يخافونها ويخشون منها ولكن الآن لم ينجحوا في إظهار الإمام سلام الله عليه وإظهار هويته إذن عيسى أيضا غائب الخضر غائب يوسف غائب موسى غائب والإمام المهدي غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف وين الإشكال في الموضوع الله حفظ عيسى من القتل بعد أن تقمص شكله أحد الذين وشوا بعيسى وكان من حواري عيسى وشى بعيسى الله ألقى عقوبة له ألقى شكل عيسى عليه السلام عليه فصلبه اليهود وتصوروا أنهم قتلوا عيسى واللي صلبوه رأوه عيسى باعتبار الله ألقى بشكل عيسى على هذا اللي وشى به فهم تصوروا وهم رأوه عيسى باعتبار الله ألقى شكل عيسى عليه ووجه عيسى عليه وملامح وجه عيسى عليه فهم رأوه عيسى رأوه رأي العين عيسى فهم كيقين باعتبار الحسيات من اليقينيات كما يقال رأوه بالعين المجرد أنه عيسى باعتبار رأوه شكله عيسى وصلبوه لكن القرآن الكريم يقول هم رأوه بأعينهم مع أن الحسيات من يقينيات لكن إذا تعارضت الحسيات مع الوحي الإلهي الحسيات تكون ظنا وإن كانت من اليقينيات لكن تكون ظنا أمام يقين الوحي الإلهي ولهذا هم وإن رأوا عيسى مصلوب باعتبار شبيهه ألقي عليه الشبه ولكن الوحي أخبرهم بأنه هذا مو عيسى شبه له عيسى رفع الله إلى السماء فأصبح يقينهم برؤية عيسى ظنا في مقابل وحي السماء ولهذا هكذا يقول القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى أن يقول ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا مع أنهم رأوه بأعينهم عيسى لكن بما أن الوحي أخبرهم بأنه ليس عيسى فأصبح يقينهم كحس أمام وحي السماء شنو ظن ووحي السماء هو اليقين الحقيقي خوه هكذا في الإمام المهدي وإن كان لم نره بأعيننا ولكن وحي السماء كقرآن كرسول الله كأئمة كأحاديث كصحابة قالوا المهدي عليه السلام موجود غائب وحي السماء أمام أعيننا هو اليقين وأعيننا تكون شك أمام وحي السماء وهذه ملحمة من ملاحم القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر